اشتركوا في القناة ونبدأ القصة مع ملعب تيزيوزو من البداية حيث ان الفكرة ان تعبين الملعب بدأت في 2002 هذه مدة تقريبا عشرين سنة وقعد الملعب المشروع هذا تعلق الملعب قعد سبع سنوات هو ينتظر البداية تعلق الأشغال من 2002 إلى 2009 المشكلة عليها قعد سبع سنوات بشكل وجود مكان للمشروع قعد سبع سنوات باشلقاو هذه منطقة بوخالفا أين سيقع المشروع الجديد لأن المشروع العقار في تيزيوزو معروف صعيب صعيب كثير تجد عقار بهذا الحجم خاصة بسهولة في تيزيوزو وفي المنطقة بصفة عامة هذا بسبب التركيبة الاجتماعية تعلق المجتمع قضية العرش والملكية والنزع الملكية والعقليات إذن نبقى المشروع سبع سنوات باشلقاو اللوتيران هذا تعلق بوخالفا الفترة الثانية عندما بدأت الأشغال في 2009 كان من المفروض عرف عدة تجاذبات في الأول كان المشروع راح يبنيوه عن كونسورسيوم ما بين حدد شركة حدد تياراش بي حدد وشركة برتغالية قعد بيعت بضعة أشهر لم ينجح هذك الكونسورسيوم زاد جاء كونسورسيوم ثاني وهو حدد شركة إسبانية الشركة الإسبانية عملت لمدة عام وكان المفروض شركة كوسيدر دير لتراسما يعني كل ما هو أطريبة ونقل الأطريبة والشركة الإسبانية تحكم لبارتيجيني سيفيل أي كل ما هو بناء بيطون والمتابعة بمكتب دراسات هو شركة إسبانية جزائرية مكتب دراسات جزائري خالط مع مكتب دراسات إسباني لكن بعد عام من الأشغال خلقت مشاكل كبيرة قضية كل تصاميم كانت غير منتهية قضية بايمون دير لطار كذا منها مشكل عاويس وكالعادة الشركات الأوروبية إسبانية والإيطالية فرنسية كلها المشاريع أنت حق تروح للفاشل بسبب العقلية أنت على الأوروبيين يطالبوا بالكثير يطالبوا بالكثير المفروض الدولة الجزائرية تحبز التعامل مع كل الدولة الأوروبية مع أدى ألمانيا في مجال في مجال المناولة والبناء وكذا لأنه مثل ناخد مثل إسبانيا أخذت الملعب هذا وحبساته أخذت المشروع أنت عطرامو أنت عمستغانم خدمت عام وعامين وحبساته أخذت المشاريع السكنية مع البرتغاليين والأسبانيين أخذوا مشاكل مشاريع في ميدان السكن كلهم حبسوا كلهم وكما نعرف حتى في ميدان السكن بالشركة الوحيدة الدولات الوحيدة اللي يعملوا في ميدان في مشاريع السكنية هم الصين والتركيا وأقل براجة الهند كذلك أما كل المشاريع اللي اخذتها الدول الأوروبية كان مآلها الفاشل إذن نعود للملعب تيزيوزو بعدما فسق العهد بين الجزائر والشركة الإسبانية الإسبانية المشاريع قاعد مدة طاولة حتجت شركة تركية حتجت شركة تركية والمشكلة الكبيرة انتع التكلفة يعود إلى اختيار الأرضية يعود إلى اختيار الأرضية لأن الأرضية سيتانتينة أكسيدونتي فيها تضاريسك بزاف إذن كان فيه الحجم الحجم التراب اللي لازم يتنحى كان حجم كبير وكان يعني في كل المشاريع يعني حداد التياراشبي عنده حيليين الدول هبراء كما نقول إحنا الدول هبراء أخلاو العظم للشركات انتع الهندسة المدانية سأصوات تركية ولا إسبانية ولا خذوا الهبراء الناس قاعدة تعرف اللي عندهم في الميدان انتع ال الأخيار العمومية والبيناء يعرفوا بليلي تاراسما فيهم فائدة صافية وكبيرة ما فيهاش استثمارات كبيرة وفيها رتور دينفستيسمان كبير إذن شركة تاراشبي حداد استكلفت بلي تاراسما ستعدير الانلافمان الانلافمان ديتار والترانسپورد ديتار ذر ذر الالكستيرير ديشانتي وهذا العملية هذي تكفلت زادت في القيمة تاع المشروع وتكفلت الدولة تقريب نصف نصف انتع البيجي انتع الملعب راح غير في الترانسپورد ديتار وعلى بناب كيف كانت تدير شركة تحدد تحكم الترانسفير هذا ديتار ام بري وتعود ستريته لأصحاب الشاحنات المؤسسات الصغيرة ببري واحد اخر وتدير المشروع وكذلك الكمية كبيرة الترانسفير انتع الاراضي انتع التربة من الملعب الامبريز انتع السطاد اولا ثم الامبريز انتع السطاد انتع الامبريز كل هذه الامبريز وهذا ما كلف الملعب اعطاله يعني انسير 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 انتع البيجي ومن بعد حتى يعني نشوف يعني احتم على مستوى يعني التصميم التصميم الداخلي تصميم ما شاء الله تصميم رائع اما من التصميم الخارجي اه كارثة كارثة يعني الله يجيب يجيب الخير اذن المشكل يعني هذا هو المشكل الأول اللي زاد في التكلفة وبعدين يجي جو مشكل أخرين بعد ما انتهت شركة تركية من التركيب اسمنتي من الاشغال تعل الهندسة المدنية جي شركة أخرى لتركيب اه لتركيب المقاعد وهنا الغلطة الثانية لذاتها وبهذه بسبب هذه الغلطة لزاد الملعب عرف تأخر كبير بعد انتهاء من الاشغال الهندسة المدنية يعني الاشغال الهندسة المدنية انتهت في 2018 اه وبقى الملعب حابس الى يومنا هذا بسبب اه ان الشركة كانوا راح يوضع اول ان الشركة كانت راح توضع الكراسي بدون بدون اه وضع طبقة انتهاء لطنشيتي وعندما قرو ماشي ديرو اه لطنشيتي تأخرو تأخرو لوضع لوضع لطنشيتي فوق لسيفس البطن جيستا بري اتجي الامطار اتجي الامطار اتجي الامطار اتجي ليفر كوش صرا؟ كي جي ليفر البيطن هاذاك ربا لاموس ربا لاموس شامبينيون ربا الشامبينيون كي ربى البيطان ربى الشامبينيو ما تقدرش انت تحط ليطان شايته فوق الشامبينيو. ما تقدرش تحط ليطان شايته فوق الشامبينيو. اذا مشكل واحدة اخر. لازم تنقي البيطان. لازم تنحيل الشامبينيو هذوك لنتيجات من امطار اللي نزلت. عندهم لون اخضر. يعطي احد اللون اخضر فوق البيطان. هذيك لازم تنقي البيطان الان باش تنقي البيطان مشكلة كبيرة تكلف اموال كثيرة. تصور ان كل الملعب قاعدة مدراجات مكوفرين بالاموس. متاع الامطار. وما تقدرش انت تحط ليطان شايته تاعك ديركتما فوق الشامبينيو فوق هذيك اللاكوش انتاع الاموس هذيك اللي تربات فوق البيطان. لازم تنقيه. وبوش راح تنقيه بالراكلة جيت راكلة ما تقدرش. اذا نطرح مشكلة واحدة اخر. الان ما يقدرش افانسيو. ما يقدروا يديرو الكراسي. لان هم ما يقدروا مازال ما داروش لاكوش ديطان شيتي. وعرفنا بليل البروبلم تاع ليطان شيتي انتطرح في ملعب خمسة جولية. بعد ما رابط اه اجزاء من اه ليقرادا. بسبب اه ان البيطان تهرى نتيجة للامطار لاخدش ما وضعوش ليطان شيتي في ملعب خمسة جولية. وبعدين جات شركة سينية غيرت قائل ليقرادا المدراجاتها ملعب خمسة جولية. وعاودوا دارو لهم انسيرفاس ديطانش. وهذه مخدومة سيتي سينماتير بلاستيك اه تتحط فوق فوق البيطان. باش الماء ما يتسربش للبيطان. اذا هذا هو المشكل لما تروح الان في تيزيوزو. علش الاشغال حبست منذ الالفين وثمانتاش الى يوم من هذا. تقريب ذكرانا في السنة الثالثة. بسبب بسبب انهم ما يقدروا افنسيو. هو كين الحل. كان الحل. بس هالحل مكلف. تكاليف اخرى. اضافة الى التكاليف تعترسمن. هذا مشكل كبير. الحل وشنو؟ الحل هو ينقيوه بالسابلاج. باللجة دي سابل. لازم يسابليو هالبيطان هاداك. كما يديرو لجون يديرو لارستوراسيان تاعلي في يوزي ميبل في انويل ولا شفت هنا في لندن. باش ينطويرو لسير فاس انتعلي الكحولة من الكاترة يعني التالوث. انتعلي فاساد يعني اللي جاين طرف للطورق. ينقوهم باللجة دي سابل. السابل يروح هالبيطان هو اللي ينقل ينقل لسير فاس هادا وتكون كحلة يعني يعني تالوث انتع عشرين عشرات سنين يضربهم بالسابل تقول لي كأنه جديدة كأنه البناية هادا وانتبنت. اذا هادا التقنية هذي الى تطبقوها في ملعب تزيوزو باش ينقي وقال لي قرادا وزيد يعني بعد تلت سنوات المشكلة راها يعني البوليسيون راها كبيرة في في البيطان. اذا العامل اللي يطوياج انتع البيطان هادا يكلف تكلفة كبيرة جدا. تصوروا تصوروا لكل المدراجات المساحة ديالها شحال كاين كل الملعب لازم يتصاب لها. لازم يتصاب لها باش تهيني اللي طانشيتي باش مبعد مور اللي طانشيتي باش نبدأوا الوضع الكراسة. هذا مشكل تسيير مشكل متابعة تقنية. نزيد موضوع اخر. حتى يعني الساذجة ويعني يعني الانكمبيتانس 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 كانوا راحين يديروا الكراسة فوق البيطان مباشرة. بداوا يحطوا الكراسة قبل ما يبدوا لي طانشيتي. ووضعوا واحد بعض العاشرات متاعها كراسة قبل ما يبدوا ما يحطوا لي طانشيتي. كارثة تفكير كارثي. نزيد بفوق هذا. فوق هذا. بعد عادوا نحاهم الكراسة هذوك. زيد بفوق هذا وتكلمت عليها في عدة فيديوهات. كاين فيديوهات موجودة. في تكلمتها في وقتها في حينها. اذكرت المشاكل هذي في حينها. زيدها على هذا. انه الطريقة انتع وضع الكراسة طريقة خاطئة. طريقة خاطئة. جابوا واحد السيستام خاطئ. اللي بيوضعوا الكراسة فوق المدرج داروه على الجانب تاع الحائط. انتع المدرج. دارو واحدة طريقة خاطئة وكاين فيديو يتكلم عن طريقة الخاطئة هذي بدون ما ندخل في التفاصيل. طريقة خاطئة. وكمانداو كراسي كمية تقريب كل الكمية تاع الكراسي تاع الملعب كانو كمانداو هاديجا. وظهر بالليه طريقة خاطئة. لازم وهذك الكراسي يكلفوا. اكثر من الكراسي كان طريقة صحيحة اخرى كما الكراسي في ملعب الراقي والكراسي في ملعب آآ وهران. نفس الطريقة كان موجودة. لكن هم استعملوا طريقة خاطئة. اذن هذك اموال كبيرة جدا راحة في كيل الزيت. وحتى الكراسي اللي كمانداوها بطريقة الخاطئة مكلفة لان فيها اه 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 جزئين جزء حديدي وجزء تاع بلاستيك وكاين ازات التركي تاع الفكساسيان وكاريتية كاريتية طريقة كاريتية. حتى التركيب تحمف حتى التركيب تحمى واش اسهل. وكاين فيديو يفسر النقطة هذي تاع الكراسي هوا موجود في القناة ونشي ندير الرابط متاع الفيديو هذا وكل الفيديوهات اللي تتوضح لنا الامور. اذن كاريثة في كاريثة. وهذه الامور كلها جعلت الملعب يتعطل وقلتها لهم انا في الفيديو قلت يعني كنت تكلمت على المشكلة تاع الكراسي قلت بلي الملعب هذا ما رحش يخلص قبل الفين واحد وعشرين وكنت الفيديو درتها هذي مدة عامين في الفين وتساطاش. إذن زايد الكراسي زايد البرلم تاع لتانشيتي زايد البرلم تاع الاختيار تاع الملعب. وو لابي. لابي يضع ياني نابي في استعمال في استغلال التراسمن. في زايد المشكل تاع الغنفلمن تاع لفاكتور. ونيفو دي. سيرتو لترافو دو تراسمن. كل هذي زايدت في التكلفة تاع الملعب إلى الان تلتمية وسبعين مليون دولار. اسمت ديرسو جميل ملعب ملاعب تاع اه 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 في في هولندا او اه ملاعب اخرى. منعب اه في يعني المفروض ما يفوتش مية وخمسين مليون دولار إذن هذه كلها زادت في الطينابلة ولن تحل المشاكل الآن لن يحل المشاكل الحل وراه الحل هو النطوياج من البيطان بس صعب لاش بلا سيلاسي الميطات كي يكزيست وسيلاسي الميطات كوتوز كوتوز بس صعب لاش تعلبيطان ماشي عاودي تنقاو باه تحط مبعد تجي لطنشيتي باه مبعد تنطلق إشغال التعاوض على الكراسي زيد المشكل الآخر مشكل التعاوض خلينا ما نهضروش عليه تشوفوا تتعرفوا بلي مشكل المشكل التعاوض على طنشيتي على أرضية الملعب حبست علاش لأن الطريقة خاطئة استعملوا استعملوا قدت إلى ما هو عليه الآن والمشكل المطرح الآن تقني ماشي قضية أموال لأن الأموال وضعت ماشي قضية الدولة ما حاشت جهيات منه الدولة تقدر توفر الأموال لكن المتابعة رهي في الميدان المتابعة في الميدان كان مكتب دراسات أموال فيه المادة للذراج و المادة للفر فيه المهندس الجزائري اللي يدار التصميم تاع الملعب مكتب دراسات نتاعه إراق يتابع التصاميم تاعه وكاين مكتب دراسات نتاع السيب ديفيزيون الترافو بيبليك في تيزي وزو وكاين سي تي سي تي زي وزو سي تي سي تي زي وزو وكاين مكتب دراسات تابع الشركة التركية لكن اللي شابوتهم غايتهم اللي يحكم فيهم كامل هو السي تي سي وهذا كلهم مسؤولين محليين على مستوى تيزي وزو الدولة محش تجيك تجي تتراقب كل يوم تقدرش تدير لك كل يوم الدولة تقدر تدير لي تقدر تخلص الاموال كذا كذا سي تفو دعني سي ورسپنساب لوكو دسيرو لبروجيت تحام بسكيرا والتابع في الداخل في البروجاتي الشي اللي ما محدثش لم يحدث لم يحدث لأنها كانت حداد تشري وتبيح كما تحب في الشنطي كانت هي تشري وتبيح كما تحب في الشنطي ان شاء الله يكون فيها خير والسلام عليكم شكرا شكرا